الأصر الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام درغو правило ودرغي أصنفا ودرغي أصنفا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم و هاشم من قريش و قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وأنا نبينا فضر الصلاة والسلام عرب من ذرية إسماعيل إسماعيل إبراهم وأجوا نوع من نهاية دفج亡 وأنا نهاية دفجool وهو من العمر سترة عام حد مره فسلية تربعة دفجارة و إسرتي أصنف ورسول وهو عبد lifesきます هو نبي ورسول أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي أول سورة العرق اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول أول سورة المدثر ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك إلى من بعث بعث إلى الثقلين الجن والإنس ما معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فأو كفر كفر أكبر من خلد خلود أبدي في النار يهودي كان أو نصران أو مجوس لأن المتبع حقا لعيسى وموسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن به رسالة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا حذرها من وعظم الشر الذي حذر منه الشرك ترجمة نانسي صحيح أكثير كذبه أكثر منهم تع benefits solution هناكроб جسدي والسفر ترجمة نانسي صحيح